الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم هو من صغار الصحابة ومعنى صغار الصحابة أنه تولد في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في باب صغار الصحابة أنه تولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع سنوات يعني وقت وفاة الرسول كان عنده تقريبا ثمان سنوات راوي حديث اليوم هو الضحاك ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه حضر عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان كان على الشرطة ثم ولاه أمور الكوفة وبعد خطرة أمره بالانضمام إيديه في الشام ثم صار مع معاوية ابن أبي سفيان حتى وفاته وبعد أن توفى تولى هو أمور الخلافة حتى قدم يزيد ابن معاوية لاستلام أمور الخلافة ثم كان مع يزيد وابن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وأنا بقرأ الحديث لفت نظر نقطة صغيرة كيف يمكن الصحابي الضحاك ابن قيس برواية الحديث وقد كان عمر الضحاك ابن قيس حين وفات الرسول ثمان سنوات رضي الله عنه وأرضاه علماء الحديث جاوبوا على النقطة دي ومنهم قال أنه فعلا سمع الرواية من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ومنهم من قال أنه سمع الرواية من أحد كبار الصحابة ومن ثم نقل هذه الرواية عموما الصحابة جميعا عدول وثقات وتقبل رواياتهم ولا يشترض أن يقولوا سمعنا من الرسول مباشرة أم من أحد كبار الصحابة وعلشان تتضح السورة عندنا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من صغار الصحابة توفى الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 15 سنة قام برواية 1600 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يتأتى له الوقت برواية كل هذه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والآن ما حديث اليوم عن الضحاك ابن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرق معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقول هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقول هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلينا نوضح نوط في غاية الأهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل أعمالنا هو سر السعادة وهو سبب قبول أعمالنا هناك الكثير من الأعمال لا تقبل يوم القيامة بسبب افتقادها لشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قصتين في غاية الأهمية بيأكدوا موضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى قصة المرأة البغي التي رأت كلبا يلهف من العطش فما كان منها إلا أن نزعت خفها وملأته بالماء وتركت الكلب لكي يشرب فاتطلع الله على قلبها ووجد الإخلاص فغفر لها وهذا الذي يتقلب في الجنة بسبب عمل فيه إخلاص وهو قطع شجرة كانت تعيق طريق المسلمين للأسف الشديد هناك الكثير من الناس من يظنون أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى شرط فقط في الإبادات زي الصلاة وقراءة الكرآن وزي الدعوة إلى الله والإنفاق لكن الحقيقة أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو شرط أساسي في جميع الإبادات والمعاملات عندنا عبادات زي صلة الرحم بر الوالدين زيارة الجار وعندنا معاملات زي حسن البيع والشراء وزي الإنفاق على الأولاد كل دي تحتاج إلى شرط أساسي وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى خلينا نطبق اللي تعلمناي النهاردة في هذا الحديث الشريف على حياتنا الشخصية على عبادتنا ومعاملتنا هل فعلا كل عبادة ومعاملة بنقوم بيها خلصة لوجه الله سبحانه وتعالى ولا هناك غرض آخر منها عندك مثلا صلة الرحم كل واحد مننا يسأل نفسه بصراحة هو بيصل الرحم إليه ليه بيزور ليه بيتصل ليه بيهديهم ليه بيتطمن عليهم هل من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ولا الغرض تاني زي شكرهم زي احتياجه إليهم في بعض الأمور وبر الوالدين احنا بنبر الوالدين ليه هل إخلاصا لله سبحانه وتعالى ولا من أجل ثنائهم علينا أو أعطيه أن أخدها منهم ليه بنتبسم في وجه الجار وبنزور ونتطمن عليه هل من أجل الله سبحانه وتعالى ولا من أجل غرض آخر ليه ابن اجتهد في الشغل هل من اجل ارضاء الله سبحانه وتعالى ولا من اجل ارضاء المدير وطلب العلاوة والترقية بعد ما نراجع كل العبادات والمعاملات بتاعتنا ونشوف شرط الاخلاص لله سبحانه وتعالى اكيد هنلاقي اول التقصير وانا اولكم واجب علينا ان احنا نصلح التقصير ده ونرجع لله سبحانه وتعالى علماء المسلمين حبوا يوضحوا لينا معنى الاخلاص لله تعالى يقول سهل ابن عبد الله الاخلاص ان يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة ويقول الهز بن عبد السلام الاخلاص ان يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقير ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وقاسف جدا على الاطالة وبكده الحمد لله نكون انتهينا من باب الاخلاص لله والنية واتمنى ان تطبق كل حاجة تعلمناها ويريت لو نعمل شير ولايك وسبسكرايب للصفحة بتاعتنا ونزور صفحتنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته